أكدت وزارة التجارة والصناعة أكدت أن جميع الانشطة التجارية المتعلقة بالذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة تخضع لإجراءات رقابية صارمة وفقاً للأنظمة والتشريعات المعمول بها ومشيرة إلى أن جراء جولات تفتيشية مستمرة في سوق الذهب لتطبيق أعلى معايير الجودة والنزاهة ونفى المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالله الحرز اليوم صحة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حوله ضد كميات من الذهب تحمل دمغات مزورة موضحاً أنها واقعة قديمة تعود لعام 2021 وتم اتخاذ الإجراء اللازم في حينها